طلعا لكم النهاردة ولا متعصبة ولا متنرفزة ولا فرقين معايا كلامي للناس اللي دخلت على الفيديو بتاع عدميلاد زيزي بنك ودخلت سمعتني اسوأ كلامي انا طلعا بس مش عشان ارد عليك انت ورب الكعبة بالنسبالي يعني انا مش شايفاك اصلا انا كده كده عمساحتك من القناة وعملتلك بلوك عملتلك بلوك عشان قالت الزوء انا على فكرة بحب النقض جدا وحب اللي يقولي ان وجه عملي كذا وما تعملش كذا عادي احنا اخوات وبنبني بعض وانتو عارفين الكلام ده كويس طلعت ارد ليه ليه عشان في بعض او معظم متابعيني عندهم سوق تفاهم الناس اللي بتحباني اللي دخلت انتقدت بحب ومش على الملأ دخلت جابت على الخاص ودخلتلي على الواتس ودخلتلي على التيك توك وعلى كوي وعلى انستجرام وعلى الفيس الناس اللي بتحباني دخلت قالتلي يا نوجا كذا 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 طبعا انا هقول لكم انا اطلعت ارد ليه بقى مش عشان اتكانكم من انت اللي انا هطلعه لكم ودلوقت الناس اللي قالت الزوق دي لقى هطلعت اوضح للناس حبايبي اللي انتم منهم اللي انتم قاعدين عشان تسمعوا الكلام ده وانا دلوقت اوضح بكل بساطة والموضوع مفيش ابسط منه توكفيkinfrom اول حاجة ناس كتيرة من اللي بتحباني وبحاباه يأخلت دخلو pd انت آآ روحتش عد مش عهد عهد على فكرة ده كان عد ميلاد عهد منت زيزي تمام وابتحتفل بالنص مليون تمام طبعا الموضوع يقلي على خير طبعا يطلعا نسبة عند الاول طبعا يتynenكدوا على زيزي ويطلعوا فيها ملايسة فيها طبعا امال احنا احنا ده احنا بصرم امال احنا لا لا لازم ننكد عليها المهم المهم على فكرة ازيزي ما شافتش كومنتاتكو اصلا عشان بس ايه ما تفتكروش ان انتو فارقين معا في حاجة المهم انا طلعت ارد علشان بس اريح الناس اللي بيحبوني تمام قالوا يا نوجة ازيزي ما كانتش طيقاكي وبتكلميها ما بتردش عليك وكانت بتعملك معاملة سيئة جدا وحاسين صراحة ان انت كنت ربية نفسك عليها وكل ده يا بنتي انت مش محتاجة ان زيزي تطلعك او تشهرك او الكلام ده انت مشهورة والكلام ده والكلام ده كل فارحت انا ردت عليهم قلت لهم يا حبيبي والله انتو ما كنتوش معنا اولا زيزي بتعملني معاملة كويسة جدا جدا زي زي اخواتها بالظبط تمام تاني حاجة اللي انتو ما تعرفوا زيزي بالنسبة لي مش اي يوتيوبر بتحتفل فانا رايحة عشان اجملها مثلا فاهميني النقطة زيزي مش اي يوتيوبر زيزي جارتي بنت منطقتي فاهمين زيزي جارتي وبنت منطقتي وبيني وبين بيت اهلها مفيش خطوتين تمام القافل اللي عملت فيه الاحتفال بيني وبينه شارع عدت شارع العشرين كنت على فصل دخلنا القافل تمام رحنا عشان نحتفل بعيد ميلاد عهد لان انا بعتبر ولادها زي ولادي تمام اه ايه تاني لا انا هطلع لكم الكومنتات عشان انا بجد دم محروط بس مش منكم من اسلوبكم القذر بص زيزي مبينة شايف حالها ومطنشاكي كتير يا نوجا اه ما عجبني تعاملها معك نوجا انت حبيبتي اللي يقدرك قدري بص يا البختي انت اصلا مبين من كلمك ان انت مش مصرية تمام بص يا البختي زيزي هعيد تاني بنت منطقتي وجارتي واحنا اخوات وصحاب بعيدة عن السوشيال ميديا خالص وعلى فكرة اللي انتو ما تعرفوش اني اه ورا الكاميرا ساعة ما احنا كلنا بنكلم زيزي زيزي وقفة شايلة طرطة تقيلة على قديها وزيزي قديها بتترعش قبل بقى ما نخش في اللحظة اللي زيزي بصوا بصوا يا بنا weight اساυχاء البنت زيزي بصوا بحدي زيزي صحل اللي زيزي تى احظها قبل ما تمسك الترفة وتخش بتاخد السيشن Bet.لنه صحيح مليون القرار في الفيديو. الحتة دي زيزي كانت عاملت لها بوستر كبير محطوط في صورها من اول ما بدأت اليوتيوب لغاية النصف مليون. فيها صورة باباها وذكرياتها مع باباها واسمها الحقيقي تمام اللي هو زينب حسني تمام احنا اصلا لما هي شافت البوستر ده تمام للناس اللي بتحس بس تمام انا برد عشان فاترومي عن ناس حبايبي اللي دخلوا متضايقين. المهم لما زيزي شايفت الموقف ده اثر فيها طمام وكانت يعني خلاص هتبكي هتبكي الحماس أكثر من خمس تنين على الاس secret media ومشروع كفاح هتقولوا ايه دا يا نوغرا انت بتعففي والله العظيم قسم بالله أسوأ شغلانة ممكن تشتغليها وتثبتي نفسك فيها هي السوشيال ميديا عشان تبقي فهمة عشان بس الناس اللي دخلت قولي يا نوجا انعلمات شن أم الفلوس يا شيخة اللي تخليك تعملي كده في نفسك وتهيني نفسك لوحدة مش طيقاكي لأ انت متعرفين زيزي بتعملني ازاي اللي بيني وبنا انت متعرفوش ومش هقولك عليه ملكش فيه انا طلعت عشان ارد على الناس دي بس زيزي وفي الوقت النا تبقي ا给ه يزي قيلي كلما لوا الفولاتك زيزي في الوقت ده كانت ايديها بتتريعش ومش قادرة تمسك وكل الناس اللي كانوا في الحفلة يشهدو على الكلام ده زيزي كانت ايديها بتتريعش ومش قادرة تمسك الترطيه ومتوتره لأن لان بعد الحتة بتاعت البوستر الحتة بتاعت البوستر دي على فكرة بعدها على طول دخلت السيشن بتاع النص مليون احنا بنكلمها من ورا الكاميرا مش نوجا بس اللي بتتكلم انتو خدتوا كلمة نوجا بس يا نوجا يا زيزي قولي كلمة لفراولاتك سمعت الصوت انا بس انتو عارفين ورا كام كاميرا بتصور وكام تليفون بيصور وهي الوحدة وقفة حتى لو تلاحظوا هي عمنا ببصلي وببصلي دي ودي ودي عايزة ترد علينا كلنا في نفس الوقت ماشي كلنا مسكين كاميراتنا مش انا الواحدة اللي كنت موجودة انا واخوتها وفانزتها وقنوات صغيرة جاية ده عايزة تطلب الدعم انا الحمد لله رب العالمين مش محتاجة دعم من حد الحمد لله رب انا مش محتاجة دعم من حد انا عندي على التيك توك في عندي ايميلين ايميل فيه نص مليون ماشي خمسمائة الفة على التيك توك وايميل تاني الايميل اللي فيه نص مليون طبعا ده محزور واخد حظر كده مؤقت ويتفتح والايميل التاني اللي انا شغل فيه دلوقت ماشي فيه مية واربعين الف يعني عندي ايميلين على التيك توك واحد فيه نص مليون وحد فيه مية واربعين الف عندي هنا على التيك توك حاجة وستين الف تمام انا مش محتاجة الحمد لله رب العالمين ان انا اه اروح عند حد عشان يعرفني او الكلام ده لا عشان بس اني كتبالي في الكومنتات الكومنت بتاعك برضو هقولو لانك مستفزة بس على فكرة انا مش اول مرة يعني انت مش اول مرة تكتبي كومنت مستفزة بسوا كتبالي ايه انا هنزله لكم هنا مالك يا نوجا التطفل ده ده الولية مش طيقاكي يا شيخة مفيش احساس يخربت اليوتيوب والفلوس اللي عاملة فيكو كده جاتكم القرف كاتك القرف انت واهلك وعينتك كلها نفر نفر قسما بالله ليه اول حاجة فلوس ايه عبيطة يا موت تخلف عشان بست تعرف ان انت بتتكلمي انا مرأ وخلاص ماشي اولا يعني يعني اه اه المكسب يعني انا اولا الفيديو مسلا ما طلعش عايز اقول لكم على حاجة او انت كدام القمرة ليه تشكرني ليه قدام القمرا انت مالك ليه تشكرني قدام القمرا ليه ده هي اصلا زوقيا منها وده اصلا مفروض ما يحصلش بتطلع بتفتح الهدايا وبتقول فلانا جابت وفلانا عملت ويا جماده دعمه ده ودعمه ده ودعمه ده ونجا جابت ده وفلانا جابت ده وعلانا جابت ده وبتفرق كل حاجة بالتفاصيل يعني الستة تشكر بس حاليا لغلبانا اعايلا غلبانا قصة مبالله ورب الكعبة عيلا غلبانا وابنت حلال وشأيانا ومالعاش في الحوارات وقصة مبالله انا لارطلع بالأنا ولا Colorado وقصة مبالله انا بتكلم برجولة وباخترام مائكو ا REAL같ي علمه زيزي عيلة شقيانة حرام عليكم اتجوش على الولاية عشان اللي بتتكلم في الكومنتات دي ولية زيك زيها بس اندي مش عارفة تبقي زيها ده الفرق هنا بقى لو انتو شايفين ان السوشيال ميديا بتجيب فلوس والدنيا جميلة عايشين في قربة ما بتعملوش زينا ليه ولا صعب صعب عارفين ليه لان الحب يعني حب الناس ده نعمة من عارفة الحمد رب العالمين لما تلاقي ناس بتحبك وانتو ما تعرفهاش تمام انا طبعا باشكر كل الناس اللي دخلت في الكومنتات يا نوجا احنا بنحبك يا نوجا مش عارفة ايه ناس جبارين خواطر ناس داخلين يجبوروا بخاطرك مش ناس جايين يحرقوا دمك كتبتي كومنتك تمام وجريتي لكن انا على فكرة وقصما بالله لو انا واشف واشك انا عارفة ان انت مش هتعرفي تقولي كلمة ولا تعرفي تنتعي قدامي حرف وبكلمك بامانة وبرجولة وانتش عارفة ايه واحدة بتكتب كومنت عارفة ان هي كلمة واجري انتش واجري لكن يوما ما تقابل نوجا في الحقيقة او تشوفي عينك في عينة وتقدرش تقولي لها ربع كلمة خلصنا قصما بالله انا ما محضرة كلام اقوله وبكلمكو عشان انتو اخواتي وتلعت بعرف الناس اللي زعلانة اني نوجا طلعة في الحتة دي او طلعة يا نوجا ليه طلعة كده او ليه يا نوجا ما كانش فيه تقدير لكن فيه تقدير يالبوك كان فيه حب وخدنا الواجب والزيادة وعملت معنا الواجب والزيادة بصوا يا جماعة الديالتين اللي بتتصور حاجة وانتش رايحة تقعد في حفلة اربع خمس ساعات حاجة زيزي واضحة رايحة ادميلادها معاها مامتها ومعاها اخوتها معاها قريبة فانزعها جم بتحترم الناس كلها واي واحدة راحت عدميلاد زيزي بنك او راحت اي حفلة تخص زيزي بنك هتلاقي كده في الكومنتات ان هي بتعملنا ازاي بتنزل لكل حد قاعد واجبه مرة واثنين وثلاثة لي وللاطفال اللي رايحة واي حد رايح شما كدتش معنا فبلا الشغل انتش وجري عايز ارد بقى لكم منت اخير والله العظيم خلاني اضحك اول على فيديو الميكوب طبعا كل الناس قاعدت لي ايه نوجة انت مش ميكوب مش عارف ايه طبعا انا مقدة بيزول لان انا في اول الفيديو قلت انا مليش في الميكوب انا ما بعرفش احط ميكوب ولا ليا في الميكوب تمام بتقول لي بقى ايه يا نوجة دي مش اسمعها سبونشا اسمعها ايه وربنا ننسيتها وربنا ننسيتها بس المؤام انا بحبكو محدش يزعل مني وفيديو الميكوب ده اصلا كان معمول لانا مش ميكوب ارتسة ولا حاجة ده الميكوب اللي انا بحطه عشان في ناس كتير بتسألني ده الميكوب اللي انا بحطه حاجات بسيطة بعملها بقى العكس بعملها فوق بعملها تحت يعني كده على اللاح كايته محدش يزعل مني مطلقة توضع عشان اه زيزي عليها يعني حق احنا لينا يعني هي ليها علينا حق الرد لان احنا مش بناش منها حاجة وحشة هي لو وحشة ما همسح الكومنتات ومش هرد ومش هيفرق معاين احلى مساء عليكم اشتركوا في القناة